عندك بيت كيف بدك تتزوج؟ هيدا السؤال معرقل كتير من الشباب والصبايا باتخاذ قرار الزواج خصوصاً أنه بالوقت الحالي هناك صعوبات معاشية ومالية بالإضافة إلى أنه ما في قروض بتساعد الأفراد لشراء بيت أو شقة الكل ينتظر قروض مصر في الإسكان اللي سيحصل على 163 مليون دولار من الصندوق العربي للإنماء بالأول كانوا يجي يقدم طلب بالفرع يجي يتصالات يمين الشمال ودعمه وواسطات هلأ التغير هذا الموضوع كله اليوم أريد أن يقدمه على موقع إلكتروني يستحصي بدون ما يتصل بحداً بدون جميلة حداً إذا قدر اليوم استوفى كل الشروط الراغبون بالحصول على هذا القرد عليهم الدخول إلى هذا الرابط bank-abita.com.lb ولكن حلياً ما زال الموقع مقفل على أنه يبدأ تفعيله بأول شهر حزيران وللمزيد من المعلومات يمكن الاتصال على الـ 16-20 الشروط هي أولاً أنه يكون الفرد من الجنسية اللبنانية تانياً أنه تكون مساحة المنزل ما دون المية وخمسين متر تالتاً أنه ما يكون الفرد قد استفاد من قرد آخر مدعوم رابعاً أنه ما يكون الشخص بيملق شقة باسمه على الأراضي اللبنانية خامساً أنه يكون مجموع مدخول العائلة أو الزوجين ألف ومائتين دولار كحد أدنى قيمة القرد ستكون بين الأربعين والخمسين ألف دولار مع فايدة ستة بالمية على أنه يتم تقسيطها على مدع عشرين سنة بمبلغ تلتمية أو أربعمائة دولار شهرياً وهيدي الشروط أيضاً تطبق في حال كان المقترد يريد إعادة ترميم المنزل المشكلة أنه هذا المبلغ لا يغطي كل طلبات الراغبين بالحصول على القرد بل سيغطي بين ستة وسبعة تلاف وحدة سكنية فقط فكرنا نحن أنه نضق بواب صناديق عربية أخرى وأولاً صندوق أوضبي للتنمية سنزور أيضاً قطر كمان فتحنا على الصناني الأوروبي والأمريكي تقديم الطلبات سيبدأ بأواخر حزيران على أن يحصل مصرف لبنان على المبلغ من الصندوق العربي ببداية شهر تموز والأمل بيبقى بتأمين موارد أخرى من البلاد المانحة لتلبي الطلبات كل الشباب اللبنانيين الراغبين بالحصول على هذا القرد ترجمة نانسي قنقر